بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي أبنائي وبناتي الطلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم المفضل المدرسة على الهواء وبرنامج اللغة العربية النهاية العزاء النهاردة عندنا مراجعة في بعض النصوص الشعرية وليكن النص الأول هو نص سبيل الرشاد وطبعا بدءا لابد من تهنئة لإخواتنا المسيحيين في جميع أنحاء المحروسة بعيد الميلاد المجيد أعاده على مصر بالخير الكثير بإذن الله تعالى إذا نظرنا إلى الشاشة قدامنا في نص سبيل الرشاد بتقول الأبيات عندي بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسوم وتهمد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسد أبناء العزاء إذا نظرنا إلى طيبة المقصود منها المدينة المنورة رسم للرسول صلى الله عليه وسلم كلمة رسم المقصود منها أثر والأثر يقصد به هنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم أن الشاعر حسان بن سابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه قام بالدفاع عن الدين الإسلامي والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع كان بشعره ضد كفار قريش واستطاع أن ينجز القول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك لقب حسان بن سابت بشاعر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام طيب حسان بن سابت رضي الله عنه وقف على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأغرف الكثير من الدموع بكاء على الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذه القصيدة صارت على نهج القصائد في العصر الجاهلي في أنهم يبدأون دائما بالبكاء على الأطلال وأنتم جميعا تعرفون ما المقصود بالأطلال الأطلال بقايا الديار للأحبة يعني كان الشاعر بيروح على بقايا ديار المحبوبة ويبكي ويقول شاعر فيبدأ دائما بالبكاء على الأطلال ولكن حسان بن سابت رضي الله عنه خالف شعراء العصر الجاهلي في بداية القصيدة فمعظم شعراء العصر الجاهلي كانوا يبكون على الحبيبة وعلى فراق الحبيبة عندما طرحل من ديار إلى ديار وإحنا شفنا الكلام ده أولاد كتير جدا في قصائد لإمرئ القيس وطرفة بن العبد وشعراء الجاهلية معظمهم وعنطرة بن شداد زي ما درسته في سنة أولى طبعا لكن هنا خالفهم في أنه هم بكوا على فراق الأحبة ولكنه بكى على فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بطيبة رسم للرسول ومعهد طيب كلمة رسم ماذا يكون جمعها كلمة رسم هذه ماذا يكون جمعها جمع كلمة رسم على طول أرسم وتجمع على رسوم أيضا للرسول طيب كلمة الرسول كلمة الرسول جمعها رسل ومعهد كلمة معهد منزل طب هنا كلمة منزل أولاد المقصود منها منزل ولا المنزل هناك فرق المنزل هو المكان الذي وضع فيه قبر رسول صلى الله عليه وسلم أو الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المنزل هو البيت فإذن هي منزل والجمع معاهد منير مضيء وخلي بالكم نكشف في المواجم في مادة نورة وقد تعفو الرسوم كلمة تعفو معناها تزول الرسوم تماما يعني كل الأثار اللي موجودة في المدينة المنورة أتى عليها الزمان خلاص نقدر نقول إنها تساوت تماما بالأرض ولكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال مضيئا هكذا يريد الشاعر أن يقول أطالت وقوفا تزرف العين أطالت وقوفا تزرف العين كلمة تزرف العين أبناء العزاء المقصود منها أن تبزل كل ما في طاقتها من دموع ليبكي الشاعر على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم تزرف العين جهدها انظر إلى كلمة جهدها جهدها طاقتها الطاقة فكلمة جهدها عكسها ضعفها على طلل القبر طيب أنا حاسمع منكم بقى دلوقتي جمع طلل أنا سامع ناس كتير بتقول جمعها طلول وأطلال صواب صح طيب طلل القبر جمع القبر أحد الطلاب يقول مقابر لا ما تنفعش القبر جمعها إيه القبور طيب مقابر مفردها مقبرة الذي فيه أحمد أحمد هو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بوركتا يا قبر الرسول كلمة بوركتا أولاد يعني حلت به البركة حلت به البركة بوركتا يا قبر الرسول طب مضاد بوركتا محقا الشيء اللي فيه بركة يبقى يعني مفوش بركة بقى اللي فيه بركة بنقول ده ربنا بيبارك فيه سبحانه وتعالى طب اللي مفوش بركة يبقى ممحوق يعني مش موجود خلاص أو بيخلص بسرعة أدي معناها بوركتا يا قبر الرسولي بيمدح القبر أو بينادع القبر بيقول بوركتا يا قبر الرسولي وبوركت بلاد سوا فيها سوا أولاد معناها إيه أقام طب عكس ثوا رحلة يبقى كلمة ثوا معناها أقام طب العكس إيه رحلة ثوا فيها الرشيد يبقى مين اللي ثوا الرشيد عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب الحكمة ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الرشيد المسد المسدد دي معناها يعني صاحب الرأي الصواب صاحب القول الصائب طيب دي معاني الكلمان دايما بيجي في الامتحان يا أولاد يقولك إيه انثر الأبيات وخلي بالك من كلمة انثر معنا كلمة انثر يعني اشرح يعني حول هذه الأبيات الموجودة قدامك إلى قطعة أدبية نفرية طيب كثيرا من أبناء يقول طب إزاي يا مستر نشرح الأبيات دي نشرحها بسهولة أنت بتقول يقول الشاعر وتحط نقطتين فوق بعض وبتبدأ من أول السطر يعني بص معايا كده على الصفحة دي الورقة هنقول مثلا ادي يقول الشاعر دايما كده في الشرحة عودك على حاجة اتعود عليه على طول يقول إيه الشاعر وتبدأ من أول السطر في المدينة المنورة أثر للرسول صلى الله عليه وسلم طيب وكل الأثار تزول ولكنه باق منير هذه أنا شرحت البيت الأول على هذه الوتيرة وعلى هذا النظام امشي ما عودش نشرح نجيب البيت التالت قبل التاني والتاني قبل الأول لا امشي بالترتيب وكمل الأبيات بس بتحط جملة يقول الشاعر في بداية الشرح طيب بعد كده بقى السؤال اللي بيجي بعد كده بيتناول البلاغة هيجي وقول طب البلاغة المطلوبة هنا ايه بطيبة رسم للرسول ومعهده منير كناية عن عظمة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اسمع منكم مين يقول لي سر جمال الكناية ايه على طول سمعكم هتقولوا ايه الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل عليه في اجاز وتكسي كويس طيب معهد منير ما هو معهد منير منزل منير يبقى استعارات مكنية شبه المكان بمصباح يضي بالتوضيح قد تعفو الرسوم وتهمده طيب لو سأل على محسنات بديعي ممكن ييجي سؤال يقولك ايه استخرج محسنا بديعي وبين نوعه اطلع بقى من الابيات كلها اطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلال القبر الذي فيه احمد بوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد لما انا اجا اقولك هنا طيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمده ما هو تعفو دي معناها تزول وتهمد معناها تزول يبقى هنا فيه اطناب بس الاطناب ليس محسنا بديعيا خلي بالك ده اطناب بالتراضف دايما اولاد سؤال الاطناب والايجاز حاجيلك لوحد مباشر كده استخرج اطنابا واستخرج ايجازا اياك انك انت تخرجه من المحسنات البديعية ما ينفعش اطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلال القبر الذي فيه احمد كمان ممكن يجي سؤال تاني انا عندي يمكن المحسن البديعي معهد وتهمد ده بسميه تصريع وانت عارفين التصريع بيبقى في البيت الاول اخر حرف في الشطر الاول مع اخر حرف في الشطر التاني يسمى تصريع في البيت الاول فقط يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الازن ده كمحسن بديعي اطلت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه احمد طيب هنا اطلت وقوفا هنا فيه سؤال بيقول اسكر القيمة الفنية لاستخدام وقوفا هي كلمة وقوفا ليه لماذا اتى بها الشاعر اتى الشاعر بكلمة وقوفا احتراما لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ابناء ابناء العزاء اي واحد مننا لو هو زر مقابر قبل كده ما بيعودش دايما بيقرأ الفاتحة وهو واقف فاطلت وقوفا اطلت وقوفا وده مين ده قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلت وقوفا تزرف العين جهدها تزرف العين جهدها دي فيها استعارة مكنية ليه لانه شبه العين بانسان له طاقة يبذلها سر جمالها التشخيص على طلل القبر الذي فيه احمد اه هنا بقى ممكن يجي وقل لك استخرج ايه اسلوبا واسكر اداته او اسكر طريقته او اسكر وسيلاته الاسلوب هنا اسلوب القصر كلنا عارفين بقى الذي فيه احمد طيب احد الطلاب طب يقول يا مستر طب ازاي ده اسلوب قصر طب الذي المفروض احمد فيه ولا الذي فيه احمده المفروض الذي احمد فيه احمد فيه يبقى ازا هنا بالتالي اسلوب قصر تقديم الجار والمجرور يعني شبه الجملة على احمد يبقى بالتالي او على المبتدأ المؤخر بنسميه كلمة احمد يبقى بالتالي هنا فيه اسلوب قصر وسيلته او اداته او طريقته هي التقديم والتأخير وغرضه التخصيص والتوكيد بوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد طيب كلمة بوركت يا قبر الرسول بوركت ده اسلوب ايه اولاد نفتكر كده من زمان اسلوب خبري لفظا انشاء معنى غرضه الدعاء خبري ايه لفظا انشاء معنى غرضه الدعاء لانه بيدعو للقبر بالبركة يا قبر الرسول طبعا استعارة مكنية شبه القبر بانسان ينادى يبقى على طول استعارة مكنية ليه اي نداء لغير العاقل يديني استعارة مكنية وانتو طبعا حضراتكو عارفين كده كويس وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد قد يأتي سؤال ما ويسأل السائل خلي بالك في الامتحان كويس قوي ممكن يجي يقولك استخرج ايجازا طيب اطلع ايجاز ايه الفعل المبنى المجهول بوركتا يا قبر الرسول وبوركتا فهنا حزف الفاعل يبقى بالتالع عندي ايجاز بالحزف طيب ايه سر جمال الاجاز او ما اثر الايجاز اثر الايجاز يا جماعة اثارة الزهن والانتباه لان انت حضرتك بتقعد تفكر طيب ايه هو الكلمة المحزوفة دي هي ايه يبقى بالتالع على طول بوركتا ايجاز بالحز بوركتا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد وبرضو فيها اسلوب قصر ايضا طيب اه كذلك ابناء العزاء نشوف بقيت الابيات امام لهم يهديهم الحق جاهدة امام لهم يهديهم الحق جاهدة معلم صدق ان يطيعوه يسعدهم ان يطيعوه يسعدهم عفون عن الزلات يقبل عذرهم وان يحسنوا فالله بالخير اجوادهم طيب نبص هنا عطوف عليهم لا يثني جناحه الى كنف يحن عليهم ويمهد تعالوا نشوفوا امام 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 جمعها ام لهم يهديهم الحق مضد الحق ما مضد كلمة الحق يبقى على طول بنقول مضد الحق الباطل طيب وجمع الحق الحق طيب جمع الباطل اباطيل وهكذا جاهدا مشتهدا يعني شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على قومه امام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق شوف بقى القيمة الفنية لاستخدام كلمة صدق بعد معلم اولاد ما هو انت عندك سؤال ممكن يجي وقولك ايه اسكر القيمة الفنية لاستخدام كلمة كذا في موضحها يبقى بالتالي انا عندي كلمة صدق توحي بالتوضيح للرسول صلى الله عليه وسلم انه هو معلم صدق يعني مش اي معلم لا معلم صادق يقول ما يعي وده ادي معنا كلمة صدق دايما الاضافة بتفيد التوضيح ان يطيعوه يسعده ان لو يطيعوه يسعده يعني ايه يعني لو اطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال من فعل وقول وتقرير لا سعدنا في حياتنا لا سعدنا في حياتنا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنة نبيه عليه افضل الصلاة والسلام عفون عن الزلات يعفوا عن الزلات الزلات الخطأ البسيط اللي كلنا بنتعرض له ممكن اي واحد مننا يقع في خطأ بنقول حتى كده ايه زلت لسان الخطأ الزلات مفردة زلة ابقى الخطأ طيب نفترض طلب منك هات مفرد الزلات في جملة تقعد بقى انت محتار في الامتحان اجيبها ازاي حط قدامها لا حبازة هي الزلة كويسة ولا وحشة شيء وحش يبقى اذا بالتالي مكروه يعني حط قدامه لا حبازة يبقى حتقول ايه لا حبازة الزلات اه بص معايا كده على ورقة ممكن نكتبها اه لا حبازة الزلات بس كده يبقى كده انت عملت ايه اسلوب زمن واضح طب لما الكلمة تبقى كويسة معك وانت محتار بقى انك انت مثلا ايه حبازة العمل اه يعني ادي حبازة العمل وهكذا يبقى بالتالي انت على طول عملت جملة اسمية واضحة جدا للغاية يبقى بالتالي اولاد عندي انا يعني لا تمثل صعوبة بالنسبة لنا اللي هي ضع في جملة اوهات اه مضاد الكلمة وحطها في جملة وهكذا عفوان عن الزلات يقبل عزرهم يقبل العزر العزر يعني معناها انك انت فعلت شيئا وبتعتذر عنه واضح هذا العزر يبقى التأسف يقبل عزرهم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ايه العزر ونحن كبشر لا نقبل اعزار البعض عجبا لذلك فشوف وان يحسنوا فالله بالخير اجودوا فالله بالخير ايه اجودوا ان يحسنوا يعني معناها ان المسلمين لو زادوا واضح فالله يجود عليهم بالايه بالخير الحسنة بعشر ايه امثالها عطوف عليهم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عطوف رحيم بهم يعطف عليهم ويصفح عنهم عليهم لا يسني جناح يعني ايه لا يسني جناح ما الجناح دي جمعه ايه اجنح جمعه ايه اجنح يعني معناها انك انت تيجي تديني استعارة مكنية وتقول لي كذا جناح لا هنا لازم تاخدها كناية عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم عطفه شامل لجميع المسلمين ولجميع البشر لذلك عطوف عليهم لا يسني جناح الى كنف يجي بقى من اول السطر زي ما تعودنا بقى خلاص في السؤال السابق وحنقول يقول الشاعر طبعا نقطتين فوق بعضه بدأ من اول السطر ان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام امام امام للمسلمين يهديهم الى الحق مجتهدا وهو معلم صدق فلو اطاعه او لو اطاعه المسلمون لفلحوا في حياتهم ولا سعدوا يعفوا عن زلاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعفوا عن اخطائنا يتجاوز عنها ويصفحوا عنها يصفح عن الاخطاء ويقبل عزرنا ولو زدنا في الحسن لفتح الله عز وجل علينا بالخير الجو الجيد لفتح الله علينا بالخير الجيد يعني معناها ايه معناها انك انت والله انت النهاردة يعني مثلا عزا اقولك دفعت عشر جنيه ربنا هاكرمك بمية تصدقت بعشر ربنا هاكرمك بمية على طول ليه لانه انحصنت بعشرة ايه امثالها اضعاف فشوف البيت بقوله وان يحسنوا يعني حسن ابن سابت رضي الله عنه بيقول لو اطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل عزرهم و يعشقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطف عليهم ولو احسنوا لو زادوا في الحسنة فالله سبحانه وتعالى اجول يعني اكرم معناها كرم من الله سبحانه وتعالى ويعطف عليهم ولا يثني جناحها يعطف على المسلمين ولا يعزل منهم احدا انما المؤمنون اخوة اي ان رسول صلى الله عليه وسلم بعطفه يشمل جميع المسلمين وجميع البشر الى كنف يحنوا عليهم اي انه يمهد لهم الطريق الصعود في البلاغة على طول ابناء العزاء ممكن هنا ييجي وقولك استخرج ايجازا بالحسب طيب ومن النحو بلاغة انت لو بصيت في كلمة عفو هتعرفها ايه خبر لمبتدأ محذوف تقديره الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الرسول عفو يبقى ايجاز الحسب طيب امام اللهم يهديهم الحق جاهدة لما اقول يهديهم الحق هل الحق يهدى استعارة مكنية شبه الحق بشيء مادي يهدى شو بقى ازاي ببساطة البلاغة تذوق يعني انت تذوق الجبلة وشوف هو الحق ده بيهدى طيب عمرك انت شفت يعني مثلا بابا جاب هدية مثلا اسمها الحق لا يبقى ازاي بالتالي ده شيء معناوي لكن هو جسمه فعملوا ايه يهديهم الحق يبقى بالتالي ياولاد على طول استعارة مكنية شبه الحق بشيء مادي يهدى وسر الجمال التكسي وتوحي بايه توحي بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم هدية يا ابناء المسلمين هذه هدياتكم يقدمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم معلم صدق احنا اتكلمنا في كلمة صدق ان يطيعوه يسعد احد الاسئلة بيقول طيب هو ليه كلمة معلم جاية اسم فاعل ابناء العزاء انه اي اسم فاعل اي مشتق يعني اي اسم فاعل او فعله مضارع او جملة مسبتة بتفيد الاستمرار خلي بالكم من ديه ان يطيعوه يسعدو ابقى ما علاقة يسعدو بيطيعوه نتيجة لو اطعنا هنسعد ولو ما اطعناش سنشقى لذلك ايه ان يطيعوه يسعدو اه عفوا عن الزلات اجاز بالحسف يقبل عذرهم كناية عن تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم للاعذار مهما بلغت ومهما كانت وان يحسنوا فالله بالخير اجودوا الله بالخير اجودوا طيب مين يقول لي هنا فيه ايه يا ولاد ها فيه اسلوب ايه قصر يعني انت مستر عاوز ايه بالزبط بقى تعالوا نشوفها مع بعض عاوز اطلع اسلوب قصر من هذا البيت ان يحسنوا فالله بالخير ايه اجودوا على طول احدى الطالبات هتقول على طول ها تقديم مين اجود على ايه على بالخير لانه اجود دي خبر لمن لفظ الجلالة اللي بعد منه اللي جاي بعد فاء الجزاء اللي هي ايه طبعا ده درسه في النحو الفاء فاء الجزاء والله ايه لفظ الجلالة مبتدأ واجود هو الخبر وبالخير يبقى اسلوب قصر افاد التخصيص والتوكيد عطوف عليهم لا يثني جناحه الى كنف يحن عليهم ويمهد لا يثني جناحه كناية عن حنان الرسول صلى الله عليه وسلم الشامل لجميع ابناء الامة الاسلامية يحن عليهم ويمهد طيب ننتقل الى اخر الابياد شو بقى البيتين دول فجودي عليه بالدموع واعولي لفقد الذي لا مثله الظهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد يا سلام جودي عليه بالدموع واعولي لخاطب العيون جودي يعني اكثير من الدم جودي عليه بالدموع على مين على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدموع واعولي ارفعي صوتك بالبكاء ادي معناها اعولي لفقد ليه لفقد الذي لا مثله الظهر يوجد اللي ما فيه ازايه على مدار الظهر اطلاقا شوف الشعر بقول ايه فجودي عليه اي ازري فيه كثيرا من الدم على الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم واعولي لفقد عكس فقدان وود يبقى الفقد ايجاد يبقى الفقد الذي لا مثله الظهر يوجد جمع الظهر ياولاد دهور واضهر وما فقد الماضون مثل محمد الماضون الذين مضت حياتهم الصابقون طيب ما فقد الماضون مثل محمد وخلوا بالكم الماضي مش عكسه الحاضر الماضي عكسه المستقبل مثل محمد زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول الشاعر اكثري اياتها العين على فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وارفعي صوتك بالبكاء لأن الذي مات من الصعب ان يكرر في الظهر مرة اخرى لفقد الذي لا مثله الظهر لا يوجد اطلاقا مثله في الظهر وما فقد الماضون الماضون لم يفقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مثله لغاية ما تؤم الايام لغاية الايام يفقد فلذلك الشاعر استطاع ان يبرع في هذين البيتين في القصيدة كلها جودي اكسري من الدم اكساب خلي او اجمودي طيب كلمة جودي اسلوب انشاء نوع امر في البلاغ اولاد انشاء نوع امر طيب غرضه ايه غرضه التمني واحد يقول لي الله مستر غرضه نصح الارشاد لا اي شيء غير عاقل هو بيكلم عينه والهين غير عاقل يبقى بالتالي غرضه على طول التمني عليه بالدموع واعويلي انا سامع البنات بقى ما عاديه فيها اطناب اطناب بالايه بالتراضف لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد طبعا الفعل مبني المجهول يدك ايه انا سامع ايه جاذ بالحاس لفقد الذي لا مثله الضهر يوجد يبقى هنا خلي بالك ما علاقة لفقد الذي لا مثله الضهر يوجد بما قبلها نقول تعليم نقول peu تعليم وما فقد الماضون مثل محمد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد شو بقى حتى القيامة يعني حتى دي تفيد الغاية والنهاية يفقد فعل ماض مبني للمجهول يبقى يجاز بالحسب وما فقد ويفقد بينهما طباق سلب كما تعلم طبعا أولاد سهولة الألفاظ وضوح المعاني التأثر الواضح بالقرآن الكريم والحديث الشريف دي من سمات هذا الشاعر العظيم رحمه الله اللي هو حسان ابن سابت طيب هنا أولاد لو بصينا في التدريبات سؤال يعني يأتي على نظام الامتحان بص معايا كده حيسأل طبعا في الأول حاجة معاني الكلمات وبعد كده اشرح إيه الأبيات شرحا أدبيا وبعد كده بيجيب سؤال ورقم دال دايما بيبقى الجمال في الأبيات يعني هنا بيقول طبعا انت شايف الأبيات قدامك هات معنى عزيز يعني يصعب عليه عزيز يصعب عليه طيب جمع حريص حراساء طب مضاد يحيدوا يستقيموا اشرح الأبيات شرحا أدبيا شرحنا خلاص الأبيات تماما ما سبيل السعادة شوف السؤال لازم يبقى فيه سؤال كده سبيل السعادة هو أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمرنا به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما الجمال في قول الشاعر إمام لهم يهديهم الحق جاهد إحنا لسه قلناها استعارة مكنية هنا فيه استعارة إيه مكنية تعالوا أبناء العزاء نشوف عندنا في هنا مراجعة تانية لمثلا المصادر نرجحها بسرعة كده نبص فيها شوية هنا عندك طبعا أنت درست كل المصادر السلاسية و يعني مصادر السماعية ومصادر إيه قياسية ومصادر أيضا درست غير المصادر السماعية درست المصدر الميمي والمصدر إيه الصناعي كذلك طيب هنشوف مع بعض أولاد المصدر إزاي إحنا نطلعه من القطع نطلع المصدر إزاي من القطع هنا عندنا قدامنا هو المصدر المصادر الصريحة كلها مثلا بص معايا كده هنا في المصدر الصناعي بنقول إيه المصادر الصناعية زي ما موجود قدامي زي الحياة الديمقراطية عظيمة الحياة الديمقراطية عظيمة خلي بالك هنا من كلمة الديمقراطية دي هنا اعربها صفة في المصدر الصناعي وطالما هي صفة يبقى ما تقدرش انت تطلعها مصدر صناعي لا اطلعها ايه بقى اطلعها حاجة اسمها اسم منسوب يعني هنا دي اسم ايه منسوب وليست منسوب طيب هنا عندي سؤال بيقول كلمة الحرية اجعلها مرة نعتا ومرة مصدرا صناعيا في جملة مثلا لو بصينا ليه المصدر عندي كلمة الحرية انا عاوزك تفكر بس ازاي انت تعمل كلمة الحرية كمصدر صناعي لو بصيت معايا هنا على الورقة هتلاقي كلمة الحرية دي ادي الحرية هنا طبعا اولاد هتجيبها انت مصدر صناعي هتقول الحرية جميلة الحرية ايه جميلة كده دي ايه كده مصدر صناعي يبقى هنا الحرية دي مصدر صناعي طب انا لو حبيت اجيبها اسم منسوب بقى يعني اجيبها ايه اسم منسوب طب دي عاوزينها تقع صف يبقى هتقول لي ايه يا اياتها الحرية اقبلي يبقى هنا دي وقعت ايه نعت وقعت نعت لانه الاسم المعرف بيقل بعد ايها اياتها يعرب على طول نعت او تقول مثلا يا هذه الحرية يبقى على طول يا ادات نداء وهذه اسمي شارة منادة والحرية على طول هتبقى عندك نعت طيب كذلك ابناء العزاء عندي في النقطة التانية اللي برضو عايزين نتكلم فيها توكيد الفعل بالنور نشوف برضو هنا جوء سؤال في المصادر تاني ادي المصادر الصريحة معايا ما الفرق بين الفعل والمصدر طبعا حضراتكم عارفينه كويس قوي وبناخد المصدر يدل على حدث مجرد من الزمن عشان تعرف كويس جدا بفكرك اهو فمثلا كلمة كتابة دي كلمة كتابة بتدل على ايه على حدث ومجرد من الزمن طيب وعندي برضو اما الفعل بيدل على حدث مرتبط بايه بزمن زي ايه زي مثلا عندي الفعل كتب وحدث ادي حدث زائد ايه زائد ماضي يكتب حدث زائد مضارع اكتب حدث زائد المستقبل يعني تبص تلاقي انه المصدر بيدل على حاجة حصلت مجرد من الزمن ده المصدر يا عادي انا مش بتكلم في المصدر الميمي والصناعي لا بتكلم في المصدر العادي يبقى ادي عندك الفرق ما بين الفعل والمصدر انه المصدر بيدل على ايه يدل على حدث مجرد من الزمن اما الفعل يدل على حدث مرتبط بزمن معين زي موجود قدامي الافعال طيب نيجي نشوف مع بعض برضو المصادر كيف نأتي بالمصدر من الفعل نأتي بالمفعول المطلق للفعل حيديني على طول المصدر الصريح ازاي يعني انت عندك مثلا كلمة انطلق طيب انا اجيبها ازاي انطلق انطلاقا ايه موجودة قدامك انطلق الصاروخ انطلاقا يبقى كلمة انطلاقا مصدر صريح اعرابه ايه اعرابه مفعول مطلق منصوب لانه على طول المصادر تعرى بحسب موقعها في الجملة كمان اولاد استخرج مصدرا لفعل سماعي واخر قياسي واذكر فعله في الزمن الماضي فقط يعني لما تجيب فعله انت لازم تذكره في الزمن الماضي فقط خلي بالك كويس جدا مش تجيب فعله في اي زمن لا اذكره يبقى في الزمن الماضي فقط طيب كمان حاجة تانية نشوفها مع بعض عندك المصدر لا يأتي الا من الفعل الماضي فقط المصادر السلاسية السماعية يعني ايه سماعية اولاد يعني معناها انها سمعت هكذا عن العرب سمعت هكذا عن العرب وليس لها قاعدة معينة بصنى انها ليست لها قاعدة معينة ولكنها سمعت هكذا عن العرب فعلى سبيل المثال بقى موجود قدامنا ايه زي كتب كتابة شوف كتب دي على وزن فعلة خلي بالك كويس اوي وكتاب على وزن فعلة جنبها كلمة تانية زي ايه غلا يبقى على وزن فعلة الدني مصدر غليان على وزن فعلان طب خضرة خضرة برضو فعل تاني زكما يبقى زكام طيب يبقى بالتالي هنا خضرة وزكام نجاح نجاح كل ده تلاقي الفعل على وزن فعلة ولكن المصدر يختلف هبصة لقي فعلة ادي خضرة زكام على وزن فعال نجاح على وزن فعال زراع على وزن فعالة طباع على وزن فعالة ايضا طيب دي سميت المصادر السماعية ليه لانها طبعا لا تأتي الا من الفعل السلاسي فقط نشوف مع بعض بقى مصادر الافعال القياسية زي ايه مصادر الافعال القياسية مثلا على سبيل المثال عندنا عليك بعد حروف الفعل الماضي لما تحب تعرف المصدر كام عدده ارجع للماضي بتاعه يعني تبص تلاقي الماضي مثلا بتكون من ثلاث حروف يبقى بالتالي ده مصدر سماعي سلاسي طب لقيت الماضي بتكون من اربع حروف يبقى على طول قياسي رباعي لقيته بتكون من خمس حروف يبقى خماسي قياسي وعلى طول برضو سداسي يبقى سداسي قياسي يبقى السماعي السماعي على وزن تنمية تنمية وهكذا ناضلة نضال او مناضلة دي اوزان المصدر للفعل الرباعي وحنشوف بقى اوزان الفعل الاخ الخماسي بصوا معايا في الخماسي بقى سهلة جدا برضو تقدر تجيبها على طول من عدد مين من عدد الفعل من عدد ايه الفعل هنا عندي زي مثلا ادي استخدمها استخدام مثلا واستعملها استعمال نشوف بقى هنا مثلا برضو تقاتل تقاتل طيب هاتلي المصدر الميم ادي مصدر يبدأ بميم زائدة في اوله بيبدأ بميم ايه زائدة في اوله طيب ازاي نشوف مع بعض عندي ليسعى المصريون مسعى حميدا اداني مصدر ميم طيب اعربوا ايه مفعول مطلق منصوب طيب ده كده بسميه مصدر ميم ويكون من الفعل السلاسي على وزني مفعل او مفعل مفعل او مفعل طيب كمان هنا عندك ادي واثقة بتساوي موثق رمى مرمى زي اخست منك موثقا يبقى ده مصدر ميم اعراب او مفعول به لانه يعرب حسب موقعه في الجملة بنشوف من الفعل الاكثر من سلاسي بوزن اسم ايه المفعول طبعا زي التقى ملتقى واجتمع مجتمع ادي مثال اهو اجتمع الطلاب مجتمعا كريما يبقى حيبقى عندي اجتمع الطلاب مجتمعا كريما يبقى كلمة مجتمعا دي على طول اعرابها مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة ولكن هاخدها هيجي في الاستخراج هقول لا ده مصدر ايه ميمي وهناك مصادر ميمية مؤنسة خلي بالك منها زي كلمة مودة وكلمة معزة وكلمة مهابة ومحبة ومضرة ومصرة وملزة تعالوا ابناء العزاء ننتقل الى برضو جزئية تانية في النحو ولتكن مع مراجعة في توكيد الفعل بالنون طبعا بيعرف حسب موقعه في الجملة هنا هنشوف بقى ده المصدر الصناع اللي تكلمنا عليه يبقى هنا هنشوف عندنا المصدر اللي هيبقى المصدر الصناعي والمصدر الميمي لكن هيبقى عندي بعد كده طبعا ببص كويس قوي على توكيد الفعل بالنون ده شيء مهم جدا في توكيد الفعل بالنون وان شاء الله هيجي فيه سؤال في امتحان الفصل الدراسي الاول نبص مع بعض ادي حكم توكيد الفعل بالنون في حكم توكيد الفعل بالنون هنا اول حاجة الفعل الماضي لا يؤكد بالنون اطلاقا طبعا ولكنه يؤكد بايه يؤكد بيه قد ده مؤكد واحد وعندي ممكن برضو بلا قد قد نجحة ادي زي ما احنا شايفين قد نجحة وممكن في حاجة تانية مثلا لقد نجحة يبقى فيه مؤكدين قدامي ايضا طيب نشوف مع بعض هنا حكم توكيد الفعل بالنون ادي الفعل الماضي لا يؤكد ولكن لا يؤكد بالنون اطلاقا طبعا ولكنه يؤكد بالنون وقد تعال نشوف توكيد الفعل الامر التوكيد بالفعل الامر هنا بيبقى جائز بدون شروط واخد المثال كويس اول ادي الامثلة عندك يبقى هنا عندي زاكر دروسك او زاكران دروسك زي ما وجود قدامي على الشاشة او يا بلاد زاكر دروسك او زاكران دروسك طب ليه زاكر دروسك او زاكران دروسك ما هو انت عندك زاكر ده فعل امر عادي مبني على السكون لكن انا ممكن اقول لك زاكران يبقى يجوز توكيد الفعل الامر بالنون من غير اي شرط عفوا بدون ايه اي شرط يبقى يؤكد بالنون اسمه بخلقك او اسمه ونة بخلقك والحتة دي اولاد انا برضو عازل شرحها على ورقة عشان تبقى ايه انت واضح قدامك يعني انا بقى اقول لك مثلا ايه اه يعني اسمه شوف ازاي اسمه انت لو اعربت الفعل ده هتعربه اصلا فعل امر مبني على حزف حرف العل ده لو انت ايه على حزف حرف العل بلو انت ايه هتعربه طب اه هنا امر ببني على حزف حرف العل اي جماعة امر ببني وفيه حرف محزوف عند التوكيد رد الحرف مرة تانية انت لازم ترد الحرف مرة ايه تانية يعني ايه يعني ما تجيش هتقول لي ادي اسم بخلقك زي ما موجود قدامك اهو وبعد كده هتقول لي اسمه وانا شوف انا بعمل ايه اسمه وانا بخلقك ليه لان انت عندك نون توكيد سقيلة ونون توكيد ايه خفيفة دي السقيلة يعني دايما الخفيفة دي بتبقى نون كده عليها سكون التقيلة بتبقى نون كده شد فتح يبقى اسمه بخلقك اسم وانا بخلقك طيب في احد الطلاب بقى هنا ممكن يجيقول ليه طب يا مستر ما تعلم لنا اسم وانا سهل جدا يبقى فعل امر مبني على شوف بقى ازاي فعل امر ايه مبني على الفتح خلاص لاتصاله بنون التوكيد نون ايه التوكيد وخلي بالك انه نون التوكيد ليس لها محل من الاعراب زي ما انت متعاون يبقى هنا عندي قد قل الحق او قولنا الحق واسمه بخلقك او اسمنا بخلقك وذاكر دروسك او ذاكرنا دروسك طيب هنا عندي برضو اجري بسرعة او اجرينا بسرعة نشوف برضو ملحوظة بتقول لي ايه بقى الملحوظة دي عند توكيد الفعل الامر جوازا شو بقى عند توكيد الفعل الامر جوازا بنون التوكيد نرد الحرف المحزوف عند التوكيد بنون طيب ادي المسالة اهو اسعى امر مبني على حز حرف العلة ده الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي على الورق وسعينا هيبقى امر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد طيب اه بنشوف برضو الملحوظة التانية وخلي بالك منها مهمة جدا بتقول ايه بتقول نون التوكيد قدر خفيفة او الصقيلة ورقم اتنين يجوز توكيد الامر بنون لانه يدل على طلب سؤال السنوية عامة عامة يعني في تانية او تالت يجيلك مثلا استخرج فعلا للامر وبين حكم توكيده بنون يبقى جوازا فقط وجوبة لا ممتنع لا زي ما انت شايف عليهم معلامة اكس طيب كمان اولاد بنشوف بعد كده توكيد الفعل المضارع بنون في توكيد الفعل المضارع بنون بيبقى عندي كمانا المضارع واجب التوكيد بنون طب مين بقى منكم الشاطر يقول لي ايه هي شروط حد فاكرهم يقولهم كده معايا نقولهم مع بعض دلوقتي اهي لابد من توافر الشروط الاربع الاتية في الفعل المضارع حتى يجب توكيده بنون طب ايه هي عندي يقع المضارع في جملة جواب القسم تتصل بالمضارع في اول هلام القسم يدل المضارع على المستقبل يكون المضارع مثبتا ولو خالف اي شرط يصبح المضارع ممتنع التوكيد بنون طيب نشوف امثلة ادي الامثلة اللي موجودة عندي زي ايه مثلا والله اللي ينجح النا المجتهل مثلا عندي حاجة تانية تطبقة الشروط تمام على الفعل اللي ينجح النا وقع في جواب القسم اتصل بخلاص الشروط الاربع لعمرك ليحفظ لن الولد النصة ادي امثلة مثلا على سبيل المثال طالله لا يحضر النواد المحاضرة اجعل الفعل يفوز واجب التوكيد بنون هتقول ايه والله لا يفوز النا المجتهل وهكذا دي كل الامثلة اللي موجودة عندي طيب نشوف حاجة تانية مضارع ممتنع التوكيد بنون امت بقى ها بيمتنع لو خلف شرط من شروط الوجوب او الجواز زي ايه زي مثال والله لا سوف ينجح الولد ممتنع التوكيد والله لن ينجح الكسون وانت عارف السبب ايه طيب هنا بنشوف برضو ادي امثلة تانية على ان الامر ماله يجوز توكيده بنون طبعا اذا سبق بطلب وحضراتكم عارفين كويس جدا الطلب اللي هو بيبقى امر او طلب بالناهي او عندك طلب الاستفهام وعندنا ايضا طلب التمني وكذلك فيه طلب بالعرض والتحديد والترجي كل هذه الامثلة التي عهدتموها من قبل ويمكن طوال السنة اتشرحت بفضل الله عز وجل في قناة مصر التعليمية ابناء الاعزاء هكذا الاوقات السعيدة تنقضي مسرعة ولا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا العمل العظيم في ادارة مصر التعليمية او قناة مصر التعليمية ولا يسعني الا ان اقول في النهاية عشت يا مصر راية شماء ومنارا للشرق يهد الضياء ورعاك الاله نيلا وشعبا وترابا مقدسا وسماء وقاك الاعداء حمرا وذرقا وكفاك الضغائن السوداء طبتم ابناء العزاء وطابط اوقاتكم وإلى لقاء قريب بمشيئة المولى عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر